بسم الله الرحمن الرحيم يقول المولى عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يؤسفني حقيقة أن أقف هذا الموقف ومم من عادة الإمين العام أن يصرح أو يرد على أحد الأعضاء ولكن يؤسفني أن أضطر أن أوقف هذا الموقف لأرد على ادعاء أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين السيد خال السلطان بن عيسى وما كنت أبي أرد لو لا اللقط الكبير اللي صار في قنوات الاتصال الاجتماعي وما كنت أبي أرد كذلك لو لا أن هذا الأمر يصدر من شخص مثل خال السلطان بن عيسى كان عضو في أكثر من فصل تشريعي ووصل إلى نائب رئيس مجلس الأمة وبوجوده كنائب لمجلس الأمة يعرف تماماً عمل وطبيعة الأمانة العامة وعمل الأمين العامة الموضوع يا أخوان مثل ما تعرفوني اللي هو المعاشات التقاعدية لأعضاء مجلس الأمة الموضوع بدأ بعد أن صرحت جريدة القبس الإلكترونية في موضوع رواتب التقاعدية لعشرين نائب من أعضاء مجلس الأمة فأنا صرحت وحرصت أن يكون تصريحي من ناحية الإجرائية أن هذا متبع في كل المجالس منذ مجلس أثنين وتسعين كل مجلس في بداية الفصل التشريعي يصدر مثل هذا الكتاب تفاجأت حقيقة بتغريدة كتبها الأخ خالد يكذب كلامي ويقول أن الميزة هذه ما أعطيت إلا لمجالس كما يدعي مجالس الصوت الواحد والحمد لله ردوا على خالد السلطان كثير من الناس بكتاب هو موقعه في مجلس ألفين واثنين عشر ومجلس ألفين واثنين عشر ما هو مجلس صوت واحد طبعا أنا ما حبيت أرد في هذا الموضوع تفاجأت بأن الأخ خالد السلطان مرة أخرى يكتب تغريدة وهالمرة الأولى كذب كلامي المرة الثانية قولني كلام أنا ما قلته ودي أقرالكم التغريدة الثانية خالد السلطان بن عيسى يقول لشرح اللبس فيما ورد في الخطاب الموقع بشأن الراتب التقاعدي وما شرحه لي آنذاك الأمين العام إنه استحقاق لهم ولم يكن بطلبهم ولهم تفعيله ولو شاءوا قاعد يركز على نقطتين إن أنا ترى وقعت الكتاب لأن الأمين العام قال لي نقطتين النقطة الأولى ترى هذا استحقاق قال للأمين العام والنقطة الثانية ترى قال للأمين العام إن هذا مو شرط يكون بطلبهم وإذا يبونه يفعلونه ما يبونه ما يفعلونه وأنا ودي أفند يعني هذه المزاعم أول شيء هذا الكلام عاري عن الصحة تماما الكلام اللي تفضل فيه أخونا خالد السلطان بن عيسى أنا لمن أقول له كيف أقول له أنا استحقاق وهو موجود في صدر الكتاب اللي هو مقعة اللي هو هذا الكتاب الكتاب اللي وقعه خالد السلطان موجود فيه إن المادة مشروح المادة وإن هذه المادة مادة استثنائية فكيف أنا أقول له يا أبو وليد وقع الكتاب لأن هذه استحقاق للأعضاء هذا أول شيء ثاني شيء كيف أقول له أنا يا أبو وليد إن هذا الموضوع ممكن إن بدون الرجوع للأعضاء أكو أعضاء ليه اليوم ما أخذوا بعض الميزات على سبيل المثال جاسم الأخرافي يا الله الرحمن الرئيس الأسبق لم يتمتع بسيارة الرئيس الحالي مرزوق الغانم لم يتمتع بسيارة وبعض الأعضاء الحاليين والسابقين لم يتمتعوا بكثير من المزايا فكيف أنا أقول له إن هذا الموضوع ما يحتاج موافقة من الأعضاء ثانيا يا جماعة هذا راتب استثنائي مو طلب قرطاسية والمطبوعات نديسة حق العضو راتب استثنائي يمر في سلسلة كبيرة من الإجراءات يطلع كتاب من معالي رئيس مجلس الأمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بعد ما يوافق بجلس الوزراء يرسل الكتاب إلى التأمينات الاجتماعية بعدها التأمينات الاجتماعية تخاطب بجلس الأمة وتطلب منه بالتحديد أرقام حسابات البنكية للأعضاء وبعدها العضو يذهب إلى التأمينات يوقع على فورمة بعدها إجراءات نحن نقوم فيها فهي جماعة مو شيء سهل لمن أنا أتجرأ وأقول حق النائب الرئيس ترى هذا مو شرط إحنا نشاورهم هذا مو صحيح وبعدين يعني أنا والله أستغرب من بواليد ليش أستغرب من بواليد؟ لأن بواليد مثل ما قلت لكم إنسان يعني عاشر ودخل مجلس الأمة أكثر من مرة فحقيقة شيء غريب وكذلك وهو يدعي أني أنا قلت له أن ما يحتاج إحنا نشاورهم أو نأخذ موافقتهم إحنا في مجلس الأمة لا يجرؤ الأمين العام ولا أصغر موظف في الأمانة العامة أن يضيف اسم عضو أو يسحب اسم عضو من أي طلب إلا برغبة خطية خطية من السيد العضو أو شفهية للأمين العام أو الأمانة العامة أو للرئيس فما نعمل لك إحنا نغير ونشيل وبعدين يا بواليد تعال ليش صاروا 12 اسم؟ ليش مو ثلاثين؟ ليش مو أربعين اسم؟ 12 اسم لأن هذه الأسماء اللي وافقوا أنهم يتمتعون بهذه الميزة بعدين بقول لكم يا جماعة شفتوا الإجراءات هذه كلها اللي أنا نصرتها هذا إذا كان الأمين العام موجود في الكويت أو بمكتب نائب الرئيس عند توقيع الكتاب بقول لكم شيء كم ما تعرفونه أنا كنت مسافري في ذاك الوقت والدليل على ذلك نائب الرئيس يقوم بمقام رئيس مجلس الأمة في حالة غيابة وكان الرئيس أنا ذاك أحمد السعدون في مهمة رسمية في الاتحاد الدولي في أوغنده وأنا كنت من ضمن الوفد يا بواليد مو صحيح هالكلام أنا شون أقول لك هالكلام وأنا أساساً ماني موجود في الكويت حقيقة أنا والله يعني متأسف ما ودي يعني نوصل لهذه الدرجة ولا ودي أرد على أحد العضاء بعدين يا بواليد يوم أنه أنت المعلومة عندك ما أنت متأكد منها ديك عليه تلفون وبلغك ولا تحط نفسك في هذا الموقف حقيقة بالختام يعني ما بودي أطيل يعني أنا أتمنى أن لا تزج الأمانة العامة في الأمور السياسية وأن لا تكون ساحة للانتقام السياسي أقول الانتقام السياسي لأننا نحن جهة محايدة نحن الأمانة العامة نعامل جميع الأعضاء في مصطرة واحدة ولا نفرق بين أحد وإحنا مهمتنا ننفذ إجراءات ما نتدخل في الأمور التي تخص الأعضاء فأتمنى أن ما نزج في هذا المجال وأن نتفرق نحن كأمانة عامة لتقديم الدور المطلوب مننا الأساسي وهو تقديم المشورة القانونية والإدارية والفنية لكافة أعضاء مجلس الأمة الكرام إزاكم الله خير شكرا